تخيل آخر عائلة في العالم تجلس في مكان مهجور لتتناول طعام العشاء حول النيران الخبر الجيد أنهم عثروا على عبوتين من الفول والخبر السيء أنهم سيستنفذون محتوى الأكسجين خلال يومين أوه كم هذا متير أصدقائي قبل أن نبدأ أن ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي لا تفوتكم فيديوهاتنا القادمة ولنكمل لم تكن الأرض باردة لأن الشمس كانت تدفئنا تدعم حياتنا وتمنحنا الأمل ولكنها لم تستع منذ فترة وهذه الأسرة الناجية لم ترى ضوء الشمس منذ شهور يتحركون ببطء ولا يتحدثون يوفرنا طاقاتهم والأكسجين المتبقي منتظرين نهاية العالم على الرغم من أن السيناريو السابق قد يبدو كأفلام الغيال العلمي إلا أنه من الممكن حدوثه فقال العلم أنه على الأرجح حضرتنا ستموت بسبب اختراعاتنا مثل الطاقة النووية فيعشق الناس قتل بعضهم البعض أكثر من أي شيء لذلك من الممكن أن يتدمر العالم بسبب حرب نووية هناك سيناريو آخر وهو حدوث وباء بسبب سلاح بيولوجي جديد وهذا أيضا من فعل الإنسان إلا أنه ما زال هناك الكثير من الكوارث الطبيعية التي قد تدمر كوكبنا في أي وقت بصرف النظر عما نفعله نحن فحتى لو لم يكن هناك حروب وكان الناس يعيشون بسلام الكوكب معرض لكوارث طبيعية دعونا نتذكر الديناصورات هم لم يبنوا أسلحة نووية ولم ينشروا الفيروسات وكانوا يعيشون في تناغم مع الطبيعة الأم ولكن للأسف نيزك عملاق دمرهم تماما وللأسف حاليا هناك مئة نايازك في الفضاء الخارجي يصطدمون ويحاولون تغيير اتجاهاتهم في الفضاء الخارجي كل دقيقة لذلك فدائما هناك فرصة لحدث أي كارثة تقضي علينا مثل الديناصورات ولكن هذا واحد من عشرة السيناريوهات التي قد تقضي على حياتنا والتي ليس لها علاقة بالسياسة أو التطور التكنولوجي نحن نعلم أن الحياة على كوكبنا ستكون مستحيلة من دون شمسنا المشيعة حراريا فهي تساعدنا على تطوير الكثير من صور الحياة وعلى رغم من ذلك يمكنها بسهولة إزالة فصائلنا ويعلم رواد الفضاء ما الذي قد يحدث لأنهم يعرفون ما الذي تستطيع عمله كرة النار الضخمة المنبعثة من الشمس مؤخرا شهد العلم أنطلاقا لبعض الكرات النار في الفضاء وقد سببت دمارا شديدا لبعض الجسيمات ولو كانت استضمت بالأرض لكنا ما زلنا نعاني من التوابع هذه الانفجارة عادة لا تؤذين بصورة مباشرة لأن الأرض بعيدة بما فيه الكفاية عن الشمس ولكن لو وصلت إلينا أي من هذه الكرات النارية واخترقت مجالنا المغناطسي فستحفز عواصف مغناطسية تؤثر على مسارنا الإلكتروني مطلقة تيارا إلكتروني وتاقة طويلة المدى وشحنات كهربائية ذات فولت عالي خاصة في خطوط العرض الكبيرة أقوى انبعاث لكرة النارية من الشمس حدث عام 1989 وهنا ظل ستة مليون شخص في نيوجيرسي وكندا بدون كهرباء وفي عام 1859 حدث انبعات أقوى منه وما أرسل تيارات كهربائية عالية في سلوك الكهرباء مشعلاً نيراً في أماكن كثيرة وكانت هناك الأضواء الشمالية في كوبا والتي سعقت كل من رأاها من حسن حظنا أن مثل هذه الأحداث تحدث مرة كل قرن ويعتقد علماء الرياضيات أن هناك احتمال بنسبة 12% أن عصفة مثل هذه قد تحدث خلال عشر سنوات التالية ومن حسن حظنا أيضاً أن تيليسكوباتنا قادرة على تحديث مثل هذه العواصف بمجرد حدثها ولذا يمكننا تقدير الخطر والاستعداد له ببناء الأجهزة المضادة وبروتوكولات الطوارئ والحماية على الجانب الآخر لا يمكن تقليل الخطر النتيج من بعض الأخطار الكونية فمثلاً هناك النيازك والشهاب فيمكنهم التأثير علينا بصورة مباشرة والاستضام بنا النيازك الذي دمرت ديناسورات كان عرضه 6.2 ميل وهو حجم صغير للغاية مقارنة بحجم كوكبنا حيث أن قطر الأرض 8000 ميل وهو ما يمكن مقارنته بارتطام بعضة بزجاج سيارة ولكن هذا النيازك الصغير تسبب في العديد من الزلازل وموجة تسونامي وأزل أكبر كائنة الكوكب من على سطح الأرض ويقول العلماء أنه حتى نيازك أصغر من هذا الحجم من الممكن أن تدمر الكوكب الفكرة أن نيزكاً صغيراً بهذا الحجم يندفع من ناحية الأرض بزوية معينة وسرعة معينة سيقوم بتدمير كوكب الأرض وفكرة انفجاره خارج الكوكب ستكون صعبة للغاية لأن نتمكن من النجاة من الصخور والأحجار التي ستسقط علينا من الأعلى والتي ستكون ساخنة للغاية وستجعلنا نعيش في فرن بعد هذه الحرارة الشديدة سينتج غبار شديد سيؤدي إلى مجاعة كبيرة الخبر الجيد أن النيازك التي قد تصطدم بالأرض نادرة للغاية ولكن في كل الحالات كل الأمور واردة الحدوث لذلك عام 1998 طلب الكونغيرس من نازا أن تقوم بعمل مسحل الفضاء وكان هدف العلماء هو التعرف على النيازك التي يعتبر حجمها أكبر من نصف ميل وتم تحقيق المطلوب عام 2010 وتستمر نازا حالياً في تعرف على أي أجسام كبيرة قد تمثل خطراً على كوكبنا ولدينا حالياً قائمة بها 15 ألف صخرة كبيرة الحجم تحوم في الفضاء لحسن الحظ لا يصطدم بنائي منهم في المستقبل القريب ولو حدث أمر سيء سيكون لدينا عقود قبل أن يصل إلينا محطة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع ناسا أنشأت مشروعاً يسمى إيرا وهي اختصار لأستيرويد إمبارت أن ديفليكشن أسيسمينت أو تأثير الكويكب وتقييم الإنحراف والتي تختبر استراتيجية حماية مختلفة من ضمنها استخدام جرارة الجذبية ووجدوا أن هناك كويكب سيقترب من عام 1022 ولكنه ليس خطراً على الإطلاق ولكن على كل تهتم الحكومة بالحروب أكثر ولا تعير محطة الفضاء الاهتمام الكافي فبالتالي يعاننا من مشاكل في التمويل ونتمنى عندما يأتي نيزق ليزيلنا من على الكوكب أن نجد في السلاح النووي هو حل للتغلب على الكارثة ونستخدمه لإنقاذ الحياة بدلاً من القتل وأنا قد تقيف تكنولوجيا في صالحنا أصدقائي ما رأيكم وماذا سيكون تصرفكم في هذه الحالة لا تنسوا أن تخبرنا في التعليقات ولا تنسوا الضغط على إعجاب للفيديو هذا يفيدنا كثيراً والاشتراك كذلك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد شكراً للمشاهدة وإلى اللقاء